ضمن إجراءات تكويت الوظائف الحكومية أعلن ديوان الخدمة المدنية إلغاء عقود 3 140 وظيفة لغير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية وقال رئيس الديوان أحمد الجسار أن هذا الإلغاء جاء تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية فيما يخص سياسة الإحلال بالتعاون مع وزارة المالية حيث تم الإلغاء كذلك من ميزانيات الجهات الحكومية وأشار الجسار إلى أن تلك العقود الملغات تشمل وزارات وإدارات حكومية وجهات ذات ميزانية ملحقة وأخرى ذات ميزانية مستقلة